ترجمة نانسي قنقر والمساندة الثنائية في القضايا والموضوعات كافة العلاقات البحرينية المصرية لها أهمية خاصة على المستويات كافة خصوصا مع ما يشهده البلدان الشقيقان من تعاون ثابت وتنسيق مشترك في جميع المجالات التنموية العلاقات البحرينية المصرية نموذج يحتذى بها على كافة المستويات خصوصا أن هذه العلاقة تكرست منذ 1919 منذ أول بعثة دراسية مصرية إلى مملكة البحرين طبعا دوما هذه العلاقة تكون مبنية على الكثير من المصالح المشتركة والمصير المشترك ما بين البلدين طبعا قام سيدي جلالة الملك المعظم بالعديد من الخطوات التي أسهمت في توثيق العلاقات وزيادة التنسيق مع الأخوة الأشقار في جمهورية المصر العلاقات الممتدة لعقود طويلة بين البحرين ومصر تزخر بالعديد من النجاحات والإنجازات الثنائية والتي تترجم حرص قيادتي البلدين الشقيقين على استثبار علاقات الأخوة الوثيقة لتحقيق كل ما يعود بالنفع ويحقق المصالح للبلدين والشعبين الشقيقين زيارة رئيس المصر الفتاح السيسي هذه الزيارة لتؤكد بأن مملكة البحرين جاذبة وماضية قدما في أي عملية تهدف لإغساء السلام في منطقة الشرق الأوسط علاقات أخوية ومصير مشترك رسمه قادة البلدين الشقيقين لتؤكد من خلاله على أن كافة أواصر المحبة التي تجمع أبناء البحرين وأبناء مصر لها عمق استراتيجي فالزيارات المتبادلة بين القيادة البحرينية والقيادة المصرية ترسق ما يجمع مملكة البحرين وجمهورية مصر العربية من أواصر المحبة والموادة ترجمة نانسي قنقر